مؤتمر الاستثمار في المستقبل الذي تنظمه مؤسسة القلب الكبير المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم اختار هذا العام الشباب تحديات الأزمات وفرص التنمية عنوانا لدولته هذا العام النشطة العراقية ناديا براد الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2018 كانت بين المتحدثين في الجلسة الافتتاحية حيث كشفت أن أكثر من ثلاثة آلاف امرأة وطفل ما زالوا في قبضة تنظيم داعش الإرهابي في قرية كوجو محملة المجتمع الدولي مسؤولية حماية الأقليات هاجم داعش قريف والعديد من القرى العيزية الأخرى في سنجان للبدء بحملة التطهير العرقية حيث أنهم أفضلوا على قتل الآلاف من الناس الأبعية فور وصيروا وأثروا الآلاف من النساء والأطفال ومارسوا بحقنا أعمال أنف لا يمكن وسط ولعل الإيمان بالهوية والثقة بالذات أهم التحديات التي يواجهها الشباب اليوم لتغيير واقع أوطانهم والانتقال بها إلى مرحلة جديدة علينا أن نعترف أن هذه الفجوات كانت قد اتسعى في بعض المجتمعات العربية حتى أفضلت إلى حال أشبه بالقطيعة بين الأجيال بل في بعض الأحيان حال من الصراع المستدر المؤتمر نجح في دورته الثالثة بجمع عدد من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى جانب نخبة من الأكاديميين والأعلبيين والخبراء التوليين هذه المجتمعات التي لا تقوم ولا تقوى إلا بمشاركة الكل وبمشاركة كل فئات المجتمع في هذه التنمية وبالتالي فإن وضع الحلول وتطرق إلى أهم السياسات والاستراتيجية التي ستساعد الشباب إلى توصيل صوتهم إلى العالم بالطريقة الصحيحة والآمنة من الموضع الجدا مهمة التي يتم ناقشة تحاليا المؤتمر الذي يستمر يومين سيشهد ثمان جلسات نقاشية رئيسية وجلسات حوارية يشارك فيها مسؤولون وخبراء وشباب من أصحاب التجارب الملهمة والمؤثرة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم أمال الشباب أحلامهم وهواجسهم تتطلب اليوم جهودا كبيرة للانتقال من مرحلة الأزمات والصراعات إلى مرحلة جديدة تضمن الحلول العملية للارتقاء بأجيال الغد وحمايتها من العنف والتطرف حلين صباغ تلفزيون دبي ترجمة نانسي قنقر